الفيلم بيبدأ في مستعمرة النمل اللي بيعيش في جزيرة وبيجمع الأكل في فصل الصيف وبنشوف أتى أميرة النمل اللي بتبقى متوترة وخايفة علشان ممكن ما تلحقش تجمع الأكل للجراد فبتهديها الملكة الأم وبتنصحها ما تقلقش لأن الجراد بيجي يأكل ويمشي على طول وفجأة بتطلع الأميرة الصغيرة دوت من الخندق وبتحاول تطير بس صمامتها بتمنعها من الطيران لأن اجنحتها لسه ما كملتش وبيظهر النمل فيلك اللي بيبقى بيستخدم آلة علشان يجمع الحبوب بكمية أكتر وبطريقة أسرع وبسبب الآلة دي بيوع على الأميرة آتها فرع شجرة فبيروح لها فيلك وبيعتزلها عن اللي حصل ويفرقها على الاختراع بتاعه بس آتها ما بتبقاش مهتمة به وبتقوله أن هم مشغولين دلوقتي في تجمع الأكل للجراد فبيحاول فيلك يوريها اختراع تاني زي التيريسكوب علشان يرقبوا بعملية جمع الحبوب بس مساعدين الأميرة بيستهزقوا باختراعاته وبيأمروا يجمع الحبوب بنفس الطريقة بتاعتهم فبيحزن فيلك وبيمشي وهو يائس لكن بتجري وراء دوت وبتحاول تواسيه وبتعترف له لنفسها تكبر علشان تقدر تطير بجناحاتها فبيديها فيلك مثال على صخرة كأنها بزرة وبينصحها تد وقت لنفسها علشان هي لسه صغيرة وفجأة بسمعوا صوت البوك كإنظار علشان الجراد وصل فبيجري كل النمل وبيحطوا الأكل اللي جمعوه على ورقة شجرة وبينزلوا يستخبوا جوه المستعمرة وبيجري فيلك وبيحط الأكل اللي جمعوه بس الاختراع بتاعه بيغبط في صغرة وبيوقع كل الأكل اللي النمل جمعوه ولما فيلك بيحاول الحاول ما بيقدرش وبيع الأكل كله في المية وبيجري بسرعة على المستعمرة علشان يبلغ الأميرة آتا لكنها ما بتدلهوش فرصة يتكلم لأنها بتبقى متوترة وفجأة بيتخدوا كلهم لما بيسمعوا الجراد وهو بيسأل عن الأكل فبيحاول فيلك فهمهم إن اللي حصل مجرد حادث وما كانش قصده وبيدخل عليهم الجراد المستعمرة وبيخوف كل النمل وبيروح ملك الجراد هبر وبيسأل عن الأكل بتاعه فبتحاول أتى تفهموا إن الأكل كان موجود فوق وبيرد عليها بيستهزى وبيقول لها إن الأكل لو كان فوق ما كانش نزل لمستوام تحت الأرض وبيفكرها إن النمل بيجمع الأكل للجراد علشان يحميهم من الكائنات المتوحشة وبيفهمها إن طبيعة الكون إن النمل يجمع الأكل والجراد يأكله لكن أخو هبر بيغلط وبيقول إن الطيور بتاكل الجراد فهبر بيروح يضربه علشان يسكت وبتستعطفه الملكة الأم لأن المطر قرب ييجي وهم ما جمعوش أكل ليهم فهبر بيفكرها بالاتفاق اللي ما بينهم وإن هو كده مش هيقدر يحميهم من الحشرات اللي عايزة تاكلهم وبيخوف الأميرة دود بجرادة متوحشة لكن بيطلع فيلك وبتحدى هبر وبيدفع عنها وبسبب اللي فيلك عمله هوبر بيضاع في الإتاوة وإن هو هيرجع آخر الموسم لما آخر ورقة شجرة تقع وبياخد بقى الجراد وبيسيبوا مستعمرة النمل وبيطيروا وبتحكم الأميرة آتا هي والمساعدين بيطحها على فيلك بالحفر لمدة شهر في النفق بس بتيجي فكرة الفلك وبيعرضها عليهم والفكرة دي إن هو يطوع ويسافر للمدينة وهناك هيطلب المساعدة من حشرات ضخمة علشان تيجي تحارب الجراد معاهم فبتوافق الأميرة هي والمساعدين بسرعة على طلبه علشان يمشوا ويخلصوا من فشل وكمان يلحقوا يجمعوا الأكل للجراد وتاني يوم بيجهز فيلك نفسه للسفر وبيبدأ رحلته وبيودعوا نملتين صغيرين ومعهم دوت اللي بتشجعوا بتتمنى له حظ موفق وبياخد فيلك فرع زهرة وبيطير بيه للنحية التانية وبيعد من النهر الجاف وفي المدينة بنشوف مجموعة من الحشرات وهي بتقدم عروض في السرك لكنهم بيفشلوا يبهوروا الجمهور وكمان بيولعوا في المدير بتاعهم اللي بيرفتهم من الشغل وبيوصل فيلك للمدينة وبيفضل يتفرج على الحشرات وهو منبهر وبيدخلوا على مطعم وبيحاول يطلب المساعدة من أي حشرة في المكان وبتبقى موجودة فرقة السرك على طربيزة في نفس المطعم وبيوضعوا بعض لأنهم هينفصلوا وأثناء ما هم بيتكلموا بيدخل عليهم مجموعة من الدبان وبيتخنقوا معاهم فحشرات السرك بيقدموا لهم عرض أنه هم محاربين أقوية وشجعان ومن الزحمة بيطلع فيلك برا المطعم وبيعرفش يتفرج وبيجري ممثلين السرك من الدبان وبيحركوا المطعم اللي بيبقى عبارة عن قلبة صفيح وبيروح فيلك يشوفهم وهم وقفين في مشهد كأنهم منتصرين فبينباهر بهم جدا وبيحييهم وساعتها حشرات السرك بيفتكرون أنه هو مكتشف مواهب وبيطلب فيلك منهم المساعدة علشان الجارات بياخد أكلهم فبيوافقوا بسرعة على طلبه وبيجروا عليه وبيطلبوا منه يحكي لهم التفاصيل في الطريق وبيطيروا كلهم على جزيرة النمل وفي الطريق بيحكي لهم فيلك إنه هو ينبهر بأداءهم وهم بيحربوا الدبان وبيقولهم إنه هو متأكد إن الجارات هيحصل في كده وأكتر كمان وبيبصوا البعض وهم مستغربين وما بيفهموش هو يقصوا دي وأثناء ما النمل بيجمع الأكل بتوع نملة من التعف فبينادوا على دكتور علشان يساعدها وبييجي المساعد بتاع الأميرة وبيعرفها إن ما عادش أكل على الجزيرة ومش هيقدروا يضعفوا الإتاوة وبتقعوا الدوت على شجرة وبتستنى فيلك وهي بتبص بالتيريسكوب اللي ادهولها وفجأة بيرجع فيلك هو والحشرات اللي معاه وبيخاف النمل وبيستخبوا لما بيسمعوا صوتهم لكن فيلك بينادى عليهم وبيعرفهم إن الحشرات دي هي اللي هتساعدهم فبيفرح النمل وبيتفاجئ من اللي فيلك عمله بتجري عليه دوت وبتأكد له إنها كانت عارفة إن هو هينجح وبيعرف فيلك الحشرات على الأميرة قتل اللي بتتناقش مع المساعدين وبتقولهم إن اللي بيحصل ده غلط لأنهم مش بيحاربوا الجراد وساعتها بتحس الفرقة إن الوظيفة بتروح منهم وبيطلع فرنسيس وبيقولهم إن الفرقة بتاعتهم هتقدم عارضة يعي خلي الجراد يتفاجئ فبيحتفل بوب كل النمل وبيسقفوا لهم وبتحاول الملكة الأم تهد الأميرة قتا وبتهنيها لإن رأيها كان صح فيلك وبيقدم مسؤول مسرح النمل لعرض مسرحة للحشرات واللي بيعرضه مجموعة نمل صغير وفي العرض ده بيموت الجراد وكمان المحاربين ومجموعة من النمل علشان الباقي يعيش وطبعا بتتصدم حشرات السيرك وبيتكلموا مع بعض علشان يهربوا قبل ما الجراد يوصل وبيطلبوا من فيلك يتكلموا في مكان بعيد وبيعرفوا إن هم مجرد حشرات سيرك فبيتفاجئ فيلك وبيسألهم هم ليه معرفوهوش لإنه كان فاكرهم محاربين فبيردوا عليه وبيقولولوا إن هو اللي كذب عليهم لإنه ما قالهمش أي حاجة عن قتل الجراد فبيحاول فيلك يقنعهم إن هم يفضلوا يساعدوهم أو يموتوه علشان ما حدش يلومه على اللي هو عمله وفجأة بتنادي علي قاتة من بعيد وبتقولوا إنها لازم تحضر الاجتماع ده لكن فيلك بيقول لها إن ده اجتماع سري للمحاربين ولما بيحاول فيلك يمنع الحشرات علشان ما يمشوش بتشوفهم دوت وبتحاول تطير زيهم لكن بيتقع على فرع زهرة وبياخدها وبيطير وبتحاول حشرات السرك تتخلص من فيلك اللي بيبقى متعلق فيهم بس بيشوفهم طائر وبيطارتهم فبيجروا كلهم علشان يهربوا منه وبتنادي دوت على فيلك علشان ينقذها وبتوصل قتة مع الملكة الأم والمساعدين وبيشوفوا دوت وهي بتقع وبينقذها فرانسيس وبيفضل يطارتهم الطائر وبيحاول الدود يلهي الطائر عن فيلك وبقى الحشرات اللي بيروح ينقذوا فرانسيس ودوت وفعلا بيقدروا ينقذوهم وبيستخبوا من الطائر ما بين أغصان الشجر وساعتها بيسقف لهم كل النمل على شجعتهم وانقذهم للأميرة دوت وبتعتذر قتة الفلك على عدم ترحبها للمحاربين لأنها كانت فاكرهم مجرد حشرات سيرك وبتعرفوا ان مهمتها صعبة علشان تبقى ملكة وان كل المستعمرة مستنياها علشان تفشل وبتعتذر له لأنها كانت سخيفة معاو بتعرض عليه يكون مساعد الملكة الرسمي لمجموعة الحشرات المحاربة وبالصدفة بتعرفوا ان هوبر والجراد بيخاف من الطيور فبيروح فيلك بسرعة الحشرات السيرك وبيعرض عليهم ان هما يصنعوا مجسم طائر ويتحكموا فيه من جوه ويرفعوا فوق الشجرة ولما هوبر والجراد ييجوا علشان ياخدوا الأكل هيطيروا بالطائر وساعتها هوبر والجراد هيخافوا يهربوا ومش هيرجعوا المستعمرة بتاعتهم تاني وبتعوا مرأة كل النمل انهم يتعاونوا علشان يحاولوا الخطة دي الحقيقة وفعلا بيبدأوا يشتغلوا على مجسم الطائر وبمساعدة الحشرات بيقدروا يخلصوا كمان بيخبوا فوق الشجرة وفي مستعمرة الجراد بيقترح مساعدين هوبر ان هما مايروحوش تاني للنملة علشان المطر وبيشجعوا أخو الطيب علشان يروح يقولوا لكن هوبر بيرفض فكرتهم وبيعرفهم ان فيه نملة تحدتوا ان هو لو سكتلوهم كل النملة هيوقف في وشه وساعتها مش هيلاقوا يأكلوا وبيفهمهم ان هو مش هيرجع للنملة علشان الحبوب لكنه هيرجع بسبب النملة اللي تحدتوا وبيطيروا علشان يروحوا لمستعمرة النمل وبنرجع لفلك والنمل اللي بيبقى بيحتفل بسبب الانجاز اللي عملوه وبيروح فلك للفريق وبيعرفهم ان هما ممكن يمشوا دلوقتي بس من غير محد ياخد باله لكن حشرات السيرك بيعرفوه ان هما حبوا مستعمرة النمل جدا ومش عايزين يسبوهم وفجأة بتقصى العربية سيقها البرغوت اللي هو مدير السيرك وبيعرفهم ان هو بيدور على فريق ممثلين السيرك بتوعه في الوقت ده بتحول الحشرات انها تستخبى منه لكن البرغوت بيشوفهم وبيبلغهم بكل حماس ان العرض الاخير اللي هما ولعوا فيه حقق نجاح عظيم وطبعا بيتصدم كل النامل لما بيعرفهم الحشرات اللي هتنقذهم مجرد مهرجين في السيرك ولما الاميرة قاتة بتسألهم عن الخطة اللي هما حطوها علشان يحاربوا الجراد بيعرفوها انها خطة فيلك فبتدخل الملكة الام وبتؤمر الفرقة ان هما يمشوا وبتوعيتهم ان هو بر والجراد مش هيعرفوا حاجة عن اللي حصل وبتتهم فيلك ان هو فضل نفسه على المستعمرة كلها لانه كذب عليهم وبيحاول فيلك يدفع عن نفسه وبيقولهم ان هو كان عاوز ينقذهم من الجراد لكن الاميرة قاتة مبتدلهوش فرصة وبتطرده من المستعمرة وبتؤمره ما يجعلهاش تاني وفعلا بيمشي فيلك مع الفريق وهو حزين ومتدايق بسبب اللي حصل وبتكرر قاتة هي والنمل ان هما يكملوا في تجميع الاكل للجراد وتاني يوم الصبح بتوع اخر ورقة شجر وبيوصل الجراد لمستعمرة النمل وبيتدايق هوبر لما ما بيلاقيش كمية الاكل اللي طلبها فبتحاول قاتة تفاهموا ان الوقت ما كانش كفاية بس هوبر ما بيقتنعش بكلامها وبيقولهم ان ما فيش نملة هتنام غير لما يجمعوا كل الاكل اللي على الجزيرة وبتهرب دوت مع مجموعة نمل صغيرين وبيستخبوا جوا شجرة وبيسمعوا الجراد وهم بيقولوا ان هوبر هيموت الملكة بعد ما ياخد كل الاكل فبتخرج دوت بسرعة من الشجرة علشان تروح لفلك لكن واحد من الجراد بيشوفها وبيطاردها الحد لما بيوقحها من فوق صخرة بس دوت بتقدر تطير وبتعدل الناحية التانية من النهر وبتروح لفلك اللي بيبقاعد في عربية السيرك وهو حزين وبتحكي له كل حاجة عملها هوبر واعصابته انه هما لما هيخلصوا هيقتلوا مامتها المالكة بس فيلك بيرفد يرجع للمستعمرة لانه بيبقى حاسس بالفشل وكمان حاسس انه وجوده دايما بيخلي الامور اسوأ لكن الفريق بيشجعه لانه هو اللي اديهم الامل فبيتشجع فيلك وبيربطوا البرغوت جوا عربية السيرك وبالليل بيروحوا لمستعمرة النمل بالعربية ولما هوبر بيسألهم هما هنا ليه بيعرفون الاميرة اتى هي اللي دعيتهم علشان يحتفلوا وبتبدأ حشرات السيرك العرض وبيضحك عليهم هوبر وكل الجراد وفي نفس الوقت ده بيطلع فيلك مع دوته النمل الصغير فوق الشجرة وبيروحوا للطائر المجسم وبتاخد فرقة السيرك الملكة الام كمتطوعة في عرض السحر وبيخبوها جوا ظهر الخنفسة اما فيلك هو والنمل الصغير بيقدر يطيروا بالطائر ويخوفوا كل الجراد وبيمثل النمل ان هما خايفين وكمان الطائر هجم عليهم وبالغلط بيغبط فيلك عربية السيرك وبيخرج منها البرغوت وبيولى عود كابريت وبينط في الهواء وبيولع مجسم الطائر وساعتها بيتطر فيلك ينزل بسرعة على الارض بالطائر علشان ينقص دوت وكمان النمل الصغير ولما هوبر بيشوف اللي حصل بيتدايق وبيمسك دوت وبيسألهم مين صاحب الفكرة دي فبيرد علي فيلك وبيقولوا انه صاحب الفكرة وساعتها هوبر بيخلوا واحد من الجراد يضربوا وبيحذر باقي النمل من التفكير لانهم اغبية وانهم موجودين بس علشان يقدموا الجراد بس فيلك بيقوم وبيتحدى هوبر تاني وبيعرفوا ان النمل عمل حاجات نجحة وعظيمة وان اللي بيعرف يأكل نفسه وكمان غيره هو القوة مش الضعيف وان الجراد عارف انهم اقوى منهم بكتير فبيضربوا هوبر وقبل ما يموته بتتدخل قتى وبتنقزه وبتهدد هوبر وبتقوله ان النمل اللي بيجمع الاكل وهو اللي هيحتفظ بيه وساعتها النمل بيتحدوا كلهم مع الحشرات وبيهجموا الجراد اللي بيخافوا وبيهربوا وكمان بيقدروا يمسكوا هوبر وبيحطوه في مدفع السيرك بس فجأة المطر بينزلوا بيستخبوا كلهم من قطرات المية وبيوع الخنفسة على المدفع وبيخرج هوبر اللي بياخد فيلك وبيطير بيه لكن الاميرة قاتة بتهجمه وبتاخد فيلك اللي بيطلب منها تودي المكان معين ولما هوبر بيروح وراهم فيلك بيستدرجوا العش الطائر اللي بيمسك هوبر وبيأكلوا لاولاده وتاني يوم بيستخدم النمل لاختراع فيلك في تجميع الحبوب وبيوضاه حشرات السيرك وبيشكرهم على مساعدتهم وبيسقفوا كلهم لفيلك وعلى الانجازات اللي عملها وبتستلم قطع العرش مكان ما مطهى وبيقفوا كلهم وبيوضعوا فريق السيرك وفي النهاية لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة علشان تشوفوا الفيديوهات اللي جاية وكمان تشوفوا الفيديوهات اللي فاتت سلام